بالتأكيد اللي عدة أسباب أولا خنبدو بالشخصية ميلوني جورجا ميلوني اللي هي إنسانة جاية من رافض سياسي معروف اللي هو نيوفاشية الإيطالية اللي ما تنجمش تكون علاقتها الحدودية بالدول الجنوب المتوسطية علاقة طبيعية لابد أن تكون علاقة دونية هذا في نطاق وانطلاقا مما يحتوي ويفاض العقيدة الفاشية واليمين المتطرف الأوروبي بشكل عام خاصة وأن هذا يمين يتآلف جميعه على شعبوية قائمة على شعار واحد كما الشعبوية اليسار في العالم الكل تشتغل على مقولة السيادة الشعبية هما يعاودوا حيروا منظور قومي متطرف قوامه وشعاره الأساسي السيادة الوطنية فبالنسبة لهم هما منظورهم الذاتي يعتبر أنهم هم مركز العالم ومن بعدهم يأتي العالم وبالتالي أصلا بديهيا أني نعتبر أنها شوفلنا منطقة حدودية أو منطقة عازلة أو منطقة حماية تحميهم من شرور بين عقفتين طبعا مشكلة ولكن من شرور المهاجرين غير النظامين بينما يرون أن المهاجرين متمثلين في الكفاءات الهندسية والطبية والجامعية والخبرات الفاتية وحتى في علاقة بتوازنات الديمغرافية المستقبلية لهم بشكل انتقائي هذه ليست بشرور هذه هي ويزيد يتأكد المعتهدية إذا كان ما ترانيش ما هيش شوفلنا منطقة حدودية حماية أو عازلة يجي ناقشو مسئلة الفيزا يجي ناقشو مسئلة لدرواء على موبيليتي اللي هو حق إنساني كون ونجو نتعامل بنفس المنطق كما أنتم تجو من غير فيزا نحن نجم ونمشو من غير فيزا هذا واحده يخليني نسطر من لو نقول راية تتعامل معنا تتعامل حدودي ما هو أهم من ذلك رئيس وزراء قادم على كوبانية متاع انتخابات بنسبة له وتقريبا الورقة المهمة جدا في علاقة بالاتحاد الأوروبي برمتي موش فقط بإيطال وتعرف تاوى ولدت لفيدومينو متاعي تيح يميني الكلها تسند بعد يطلع حد الكلها تطلع معه وبالتالي سنة انتخابية تقريبا لما ينهز نصف البشرية اليوم في الفين وارب وعشرين ومنظمنا أغلب الحكومات الأوروبية ستتجدد ستتجدد على هذا المعنى خاصة النبريات الحملة الانتخابية برشا يستمعوا وهنا الشعارات وهنا الرسمي في الحملة الانتخابية بفضل على كونه اليوم معز رأوا الاتحاد الأوروبي في صيغته اللي أصبحت متداعية اللي هلاك أصبحت كلاسيكية الصيغة ما عادش تناجم البنية أصبحت رخوة بنية ضعيفة برشا لابد من تجديد فيش أحنا لم نحسن نتعامل مولتي طوال هنا سؤال جدي لم نحسن تعال لأنه بالنسبة لأنها قدرتنا التفاوضية من المفروض نحدد منزلة إيطاليا في علاقة بالاتحاد الأوروبي لأن القضية هي قضية شام لأوروبية ما هيش ما هيش إيطالية ما هيش إيطالية لو كان جت عنا قدرة تفاوضية مهمة جدا وأفضل من هكي بكثير وناجحة رأوا الملف متاعنا اليوم رأوا يتناقش رسميا في بروكسيل ما هوش عن طريق رئيس وزراء إيطالي النيابة تاني على بروكسيل هذا أول ثانية شوف حصيلة المادية والمعنوية ليه مهمة طلعنا من الاتحاد الأوروبي وحصيلتنا نحن رغم اللي هو الملف هو الشمال إفريقي أوروبي أو يكاد يكون إفريقي أوروبي المواطع الثاني اللي أكد اللي نحنا لم نحسن تعرف أن نمشي الملف كيفك من المفروض يجمع يناظروا بين الظلفتين نمشي له فرادة هذه علامة عدم توفق في المسألة أو ربما نقول هذه الخبرة اللي اقترحت الموضي في هذا المسار التفاوذي ما هيش كفقة بالقدر الكافي باش خلين نحقق مكاسب فضلا على ذلك بربي نختب اليوم راهوا من المفروض نقلب المعادلة تعرف نحنا نقطة القوة متاعنا شنوها أنه اليوم ثم حاجة ديمه أهم شيء أهم شيء في المستقبل أوروبا رويز بنقر المسألة مسألة الهجرة هذه انطلاقا من إكراهات العامل الديمغرافي الأوروبي اللي شعوب مهدد بالشيخوخ الأبدية في وضوذ 30-40 سنة لما نقرأ استراتيجيا نحنا تولي عنصر التفاوذ ينطلق من حاجة مهومة لنا نحنا موش العكس وبناء على ذلك تولي كذا آتنا وطاقاتنا الشبابية رأوا حتى إنسان يبصر بلاه طبيب بلاه مهانس حتى شيء يعتبر طاقة بشرية حيوية تحتاجه أوروبا اليوم أكثر من اللي نحتاجه نحن شوف هما أنماط الأشغال والأعمال اللي يحتاجه اليوم تقريبا لا تستثني أحد أو قطاع من كل قطاعات الهرم المهني الموجود في البلاد الكل على هذا الاساس كان ينبغي أن نتفاوض